أكد رئيس السيسي أنه استمع باهتمام لرؤية المستشار النمساوية كارل نيهامر بشأن التحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير شرعية وأشار رئيس السيسي إلى اتفاقه مع المستشار النمساوية على تكتيف الحوار بين البلدين للتوصل لإطار مستقبلي لتعاون في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج جذور هذه الظاهرة لقد استمعت باهتمام اليوم لرؤية المستشار نيهامر للتحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية واتفقنا معنا على تكتيف الحوار بين بلدينا للتوصل لإطار مستقبلي التعاون بيننا في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والابتماعية لهذه الظاهرة ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية ويسمحوا لي هنا أن أؤكد على حجم التفاهم المشترك بين دولة المستشار فيما يخص هذه القضية المهمة وأهمية أن إذا كنا نسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وجيدة لهذه الظاهرة وقطع الطريق على المنظمة التي تعمل في هذا المجال لابد من وجود وده اللي حدثت فيه مع دولة المستشار أهمية أن نحن يبقى فيه آليات مؤسسية للتعامل مع موضوع الهجرة الشرعية تنظم هذا الأمر وتنتقيه وتعد الأفراد أو المواطنين اللي حتم تعاون معهم أو التعامل معهم في مجال الهجرة الشرعية بما يساعد على نجاح هذه التجربة ويقطع الطريق على الهجرة غير شرعية بتداياتها السلبية ترجمة نانسي قنقر